بسم الله الرحمن الرحيم نبلش اليوم إن شاء الله في الموضوع الأول في المهارات الأساسية اللي هو رح يكون عندنا موضوع الأسس نبلش فيه بشكل مباشر هلأ الأسس رح تمر معنا كمهارات رياضية موجودة خلال الفترة القادمة في أي سؤال تقريبا رح نحتاج إحنا موضوع الأسس الأسس بكل بساطة إحنا منعبر عن لما يكون في عنا مجموعة من العدد أو في عنا عدد مضروب في نفسه أكثر من مرة أوكي ممكن نعبر عنه إحنا بدلالة القوة أو بدلالة الأسس يعني لو إجيت أنا هون لقيت في عنا X ضرب X ضرب X ضرب X ضرب X N من المرات فبيحكي لي بإمكانك أن تتعبر عنها في طريقة أخرى اللي هي عبارة عن X قوة N إذن X قوة N مقصود فيها أنه X مضروب في نفسها N من المرات فلو إعطيتك أنا X قوة أربعة يعني مقصود فيها أنه في عنا X مضروب X ضرب X ضرب X ضرب X ضرب X أربع مرات هاي بكل بساطة معنى الأسس وشو معنى القوة طيب خلينا نشوف أنا وياكم مجموعة من الأمثل هون بحكي لي أكتب كل مما يأتي بالصيغة الأسية بالصيغة الأسية إنك لا تخلي لي يا أستاذ بهذه الصورة هلا بكل بساطة فقط ما عليك إلا تشوف أنت هلا في عندنا العدد 3-1-2-3-4 تكرر أربع مرات فبإمكاني أكتب 3 قوة أربع ضرب تمام عندنا الخمسة مضروبة في نفسها خمسة في خمسة يوم مرتين فبقدر أكتبها خمسة تربيع هيك أنا عبرت عن هذا المقدار بهاي الصيغة الأسية إذن ما عليك فقط إنك تعد كم من مرة تكررت عنا الثلاث أوكي كانت أربع مرات هي أصبحت عنا قوة خلينا نشوف السؤال اللي بعده هلا السؤال اللي بعده بحكي لي بحكي لي A ضرب A ضرب C C طب خلينا نشوف اللي تكرر معنا هلا الـ A تكررت مرة مرتين عنا ثلاث أربعة وهي خمسة إذن A قوة خمسة ضرب هلا مننشوف إحنا السي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهي السي قوة خمسة طيب هلا أمكاننا نعبر عنها كمان بطريقة تانية ممكن طالب يجي يحكي لي أساد هل ممكن أكتبها A C لكل قوة خمسة آه طبعا نقدر هاي طريقة الأسية كمان صح طيب نشوف عنا هون هلا منلاحظ عنا هون الـ Y وهي عنا Y مرتين إذن هاي عنا Y تربيع عنا X ناقص واحد بنقدر نكتبها هاي X ناقص واحد كم من مرة تكررت معانا مرة مرتين ثلاثة وهاي X تكعيب هيك أنا عبرت عن هذا المقادير بالطريقة الأسية طيب خلينا نأخذ شوية ملاحظات مهمة جدا هاي الملاحظات بتساعدك لقدام إن شاء الله هلا أساد شو معنى الـ X قوة أربعة إنه الـ X مضروبة في نفسها أربع مرات انتبه هذا المقدار لا يساوي أربع X شو مقصد في أربع X الأربع X يعني X زائد X زائد X زائد X فهونا إنه عملية بتكون بيناتهم جمع أما القوة بتكون العملية بيناتهم ضرب لاحظ X في X في X في X عندنا هذا X قوة أربع أما أربع X هي عملية جمع طيب هاي ملاحظة مهمة جدا الملاحظة الثانية إذا كان في عنا سالب مثلا عدد معين هاي سالب واحد مرفوع لقوة قوة N هلا إذا كانت أنا عدد زوجي فالزوجي دائماً بيلغي السالب تعطينا موجب واحد وإذا كانت فردي بيحافظ على السالب إذا كانت القوة زوجية توقلي السالب تلغي السالب وإذا كانت عنا فردية السالب بيبقى بيحافظ على السالب طيب ودائماً نأخذ هاي المعلومة المهمة عنا جداً إنه القوة الصفرية X قوة صفر دائماً شو تعطينا واحد أي إشي قوة صفر شو دائماً جوابه عنا واحد بشرط إنه X تساوي عنا صفر طيب خلينا ننتقل على الإشي الأهم اللي هو يا أستاذ اللي راح نتكلم فيه اللي هي قوانين الأسس طبعاً قوانين الأسس هاي مهمة جداً هلا قوانين الأسس في عنا مجموعة من القوانين القانون الأول اللي هو بحكي لي الأسس في حالة الضرب الأسس في حالة الضرب تجمع إذن في حالة الضرب تجمع طيب هلا أستاذ كيف الأسس في حالة الضرب تجمع أنا معطينا X قوة N مضروب في X قوة M الإشي الأساسي والضروري يكون إنه الأساس عندنا نسمي X هو الأساس والقوة N الأس لازم يكون الأساس موحد لاحظ أن الأسس في حالة الضرب تجمع تجمع N زائد M إذن X شو تساوي عنا هون لاحظ تساوي X قوة N زائد M إذن الأسس في حالة الضرب ما لها يا أستاذ تجمع إذن الأسس سحالة الضرب تجمع طب يا أستاذ ولو رجعت عكسي بصير آه لو عطيتك أنا زي هاي الصيغة بتقدر تفرطهم ترجع تكتب ليها X قوة N ضرب X قوة M وهي رح نحتاجها في المراحل القادمة إن شاء الله بشكل كثير طيب خلينا نشوف هذا السؤال هلأ منلاحظ أن الأساس عندنا موحد إذن الأسس في حالة الضرب تجمع إذن X قوة رح تكون 5 زائد 3 قوة 8 منلاحظ 4 قوة 5 منلاحظ 3 على 5 الكل قوة 10 إذن يا أستاذ الأسس في حالة الضرب تجمع طب في حالة قسمة تطرح إذن عكس بعض الضرب تجمع إذن قسمة مالها تطرح نفس الشي لازم يكون عندنا الأساس موحد إذن X قوة N على X قوة M شو بتعطينا يا أستاذ X قوة N ناقص M ولو أعطيتك أنا بشكل عام هاي الصيغة بترجع ترجع ليها بتقدر لقسمة طيب نشوف هون هلأ X قوة 5 على X تربية إذن X قوة 5 ناقص 2 بصير عندنا 3 3 قوة 4 ناقص 2 2 طيب سالب 2 قوة 5 ناقص 3 تربية طيب إذن الأسس في حالة الضرب تجمع في حالة القسمة تطرح الأسس في حالة الضرب تجمع في حالة القسمة تطرح خلينا نشوف هون الأسس في حالة الرفع ما لا في حالة الرفع شو المقصود في حالة الرفع؟ إنه عندنا X قوة قوة يعني أعطينا X قوة N الكل مرفوع للقوة M الأسس في حالة الرفع تضرب ومنقدر نستبدل يعني كيف يا أستاذ؟ هاي منقدر نكتبها X قوة N مضروبة في M وممكن طالب يكتبها X قوة M الكل قوة N عادي نفس الفكرة ما بصير عندنا أي تغيير إذن الأسس في حالة الرفع تضرب تمام خلينا نشوف هون عندنا X مرفوعة لتربيع والتربيع قوة 5 يصير عندنا X قوة 10 نشوف هون X قوة 3 على 2 ضربين 4 ممكنك تختصر يا أستاذ 4 مع الاتنين فيها 2 فبصفي عندنا X قوة 6 طيب نشوف هون رح نكون هون عندنا لاحظ رح يصير عندنا 3 عندنا قوة للX الكل قوة 1 على 5 الكل قوة 2 الأسس في حالة الرفع تضرب يعني بصير عندنا X قوة 3 ضرب 1 على 5 ضرب 2 إذن الأسس في حالة الرفع تضرب ضربناهم كلهم مع بعض هلأ تعال أضرب 3 ضرب 2 صار 6 على 5 كيف ضربت؟ يا أستاذ لا تنسى إنه هذا المقام عندنا 1 في حالة الضرب تضرب بسط مع بسط مقام مع مقام هلأ 3 ضرب 1 ضرب 2 اللي هي 6 1 ضرب 5 ضرب 5 1 ضرب 5 ضرب 1 5 إذن رح تعطينا X قوة 6 على 5 طيب إذن الأسس في حالة الضرب تجمع وفي حالة القسمة تطرح وفي حالة الرفع تضرب يعني نشوف الأسس السالبة هلأ الأسس السالبة خدها دائما على الوجه شوف هذا قاعد بضحك تمام؟ هلأ أعمله قوة سالبة 1 بينقلب عندنا فدائما الأسس السالبة بيقلب أوكي؟ بينزل عندنا للمقام طيب هلأ أسس في عندي هنا ملاحظة مهمة جدا؟ هلأ هاي هلأ منطبق عليها بشكل مباشر؟ لكن الملاحظة اللي أبدأ أحكي لك هي لو كان في عندنا كسر ماشي مرفوع لقوة سالبة هلأ بإمكانك أنت تعطي القوة صير موجبة وبتقلب الكسر فأنا بدل ما أروح يا أستاذ أخذها واحد على فبإمكاني أنا أقلب الكسر وبعطي إشارة موجبة خلينا نطبق عليها لاحظ اكس قوة سالبة 3 بدنا نخليها موجبة واحد على اكس تكعيب منزلها لأسفل طب أربعة قوة سالبة 2 بنقدر نكتبها واحد على أربعة تربيع قوة سالبة 1 عندنا كسر إذن بقدر أكتبها 5 على 3 لكل قوة موجبة 1 إذن الأسس السالبة شو مالها يا أستاذ بتقلب إذا كانت في المقام تطلع على البص وإذا كانت في البص تنزل للمقام فالأسس السالبة دائما بغير موقعه أوكي بصير عندنا موجب طيب خلينا نروح نشوف على الأسس تتوزع على عملية الضرب والقسمة هل من ننتبه أنه دائما الأسس بقدر أوزحها فقط على الضرب والقسمة وما بقدر أوزحها على الجمع الطرح يعني كيف يا أستاذ لو كانت عندنا مرفوع على القوة بقدر أعطي هاي وبعطي هاي أوكي قسمة بعطي هاي وبعطي هاي مين هاي الصورة طيب هلأ هو عادي غلط وتروح تعمل لي هذا الشغل على الجمع والطرح يعني الكل قوة ما بصير أعطي هاي 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 هذا خطأ تم إذن فقط في مين الضرب القسمة طيب خلينا نشوف هون يلا شو بصير معنا X تكعيب في Y تكعيب رائع جدا نشوف هاي نفس الشي بصير عندنا 2 تربيع 4 X تربيع رائع هلأ بنوزحها شو بصير عندنا 3 تربيع على 5 تربيع ونقدر نكتبها 9 على 25 طيب هلأ مبدأيا في عندنا أسالب هلأ الأسالب شو ما له يا أسالب بقلب وبأخذ هو موجب إذن هاي بصير عندنا 5 على 3 الكل تربيع وزع إذن 5 تربيع على 3 تربيع اللي هي بإمكاني أكتبها 25 على 9 تمام طيب أراجعنا وياكم سريعا الأسس قوانين الأسس شو أخذنا أول شي حكينا في حالة الضرب تجمع وفي حالة القسمة تطرح في حالة الرفع تمام تضرب أوكي الأسس السالبة بتغير الموقع تتوزع على الضرب القسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح طيب خلينا نشوف هذا المثال على الأسس بحكي لي أكتب كل مما يأتي في أبصى الصورة يعني أبصى الصورة إذا كان في عندك أسس سالبة ممنوع الضربة عندي إذا كانت في عندنا أساس متشابه بدنا نوحدهم إما في الضرب أو القسمة حسب وضع كل سؤال خلينا نشوف هون هلما بدئيا معطينا شوف 3 قوة أو مثلا 8 قوة 0 هاي بقدر ألغيها وحط بدالها 1 5 قوة 0 بقدر أحط بدالها 1 تمام طيب هسا عنا أسس سالبة هلا بإمكانك أنت تشتغل بطريقتين الطريقة الأولى إنك هاي 3 قوة سالبة 2 بتنزلها على المقام حتى تصبح موجبة و 3 قوة 3 ترفحها لفوق حتى تصبح موجبة لأنها أسس سالبة وبإمكانك لأنه هون الأساس عنا متساوي تيجي تحكي أن الأسس في حالة القسمة تطرح يعني بصير 3 قوة سالبة 2 ناقص ناقص 3 هلا هدول مع بعض شو بصيره جمع إذا صارت معاي 3 قوة 1 اللي هي رح تعطينا 3 هذا طبعا هيك أبسط صورة تمام طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده حكي لي 6x قوة 4 في y تكعيب على 2x في y هلا بإمكاننا إحنا نفصل فيها كثير وبإمكاننا نختص طب إذا بنا نفصل فيها كثير شو بتعمل بتأخذ يا أستاذ وحدة يعني كيف 6 على الاتنين هدول نفس الإشاء عندنا x قوة 4 تأخذها على x عندك y تكعيب تأخذها على y طيب هلا 6 على 2 3 الأسس في حالة القسمة تطرح إذا x تكعيب الأسس في حالة القسمة تطرح إذا y تربيع إذا صارت 3 في x تكعيب في y تربيع تمام طيب بإمكان الطالب طبعا هنا بشكل مباشر يجي يحكي له إذا طب إحنا بنعرف الاختصار بقدر أختصر هاي ما حاي وهاي ما حاي وهاي ما حاي بإمكانك حاب تشتغل بطريقة الاختصار بصير وهاي الطريقة كمان صحيحة 100 طب نشوف هذا السؤال رقم 3 حس السؤال 3 انتبه معاي إنه دائما لما يعطيك أي سؤال حاول أصفن فيه حاول فكر فيه لأنه مش بشكل مباشر y قوة 6 على 6x قوة 5 في y قوة 4 طبعا حاب طريقة الاقتصار بصير حاب الطريقة إنه زي ما عملنا فوق بصير طيب هلأ لو عملنا زي اللي فوق شو بصير عنا 9 على 6 x تربيع على x قوة 5 تمام وهاي عنا y قوة 6 على y قوة 4 هلأ هون فيه اختصار على الثلاثة فيها الثلاثة على الثلاثة الأسس في حالة القسمة تطرح تصير عنا x قوة سالب 3 وهون عنا y قوة 2 لكن لما يحكي لك في أبصى الصورة ممنوع يكون في عندك أسس سالبة فإذا هذا الأسس السالب ينزل على المقام فبإمكاني أرجع أكتبها 3 على 2 ضرب 1 على x قوة 3 في y تربيع تمام طبعا بإمكاني الطالب مباشرة من دون ما يشتغل هذا الشغل يجي لهون يحكي يا أسات طبعا أنا بإمكاني أختصر هيك بشكل مباشر حاب تشتغل بصير على الاتنين على أو أسف على التلات فيها 3 على التلات فيها 2 هاي ما حاي فيها عنا تكعيب بضل عنا هاي ما حاي بروح عنا شو بضل عنا 2 فصفة 3 على 2 في المقام عنا اكس تربيع أو تكعيب وفي البسط y تربيع طيب هيك هيا كتبها بشكل سريع جدا وبصير هذا الموضوع طيب خلينا نشوف هون هلأ أساد لاحظ أنه إحنا عنا هذا المقدار تمام الكل مرفوع للقوة شوف للقوة 2 والكل مرفوع للقوة 5 هلأ بإمكاني أنا أوزع الاتنين على الأول وعلى الثاني بعدها برجع بوزع الخمسة على الأول وعلى الثاني تمام طيب لأنه عملي الضرب هلأ أو إمكانك أنت تروح تضرب 2 ضرب 5 10 فإنه الأسس في حالة الرفع تضرب فهاي بأقدر أكتبها y في الـ x تكعيب الكل قوة مين 10 العشرة بعطيها للأول وبعطيها لمين للتاني هلأ بصير y قوة 10 ضرب الأسسس في حالة الرفع تضرب x قوة 30 هيك بكون أنا وياكم حلينا هذا الفرع طيب نشوف كمان السؤال الأخير هون لاحظ يلا b قوة 0 الله يريح باله 0 b قوة 0 بعطينا 1 طيب نشوف شو بظل معانا هون هلأ منلاحظ أنه بإمكاني أنا البصت في عنا a وفي عنا a فبإمكاني أنا أضرب هلأ أول إشي بجي أبلش في الأعداد 2 في 6 ماشي 12 هاي 12 أوكي هلأ a تربيع بنا نضربها في a بصير عنا a a تكعيب طيب هلأ b بدي أضربها مع b صارت b تربيع وعننا وعننا c تربيع بدي أضربها مع c تكعيب بصير عنا c قوة 5 لأن الأسس في حاتي الضرب تجمع على 4 a في c هلأ لاحظ شغلة أستاذ بإمكاننا بشكل مباشر c مع c فيها 4 a مع a فيها 2 وأربع مع الاثناش فيها 3 فصارت معي 3 a تربيع في b تربيع في c قوة 4 هيك بكون أنا وياكم حلينا طيب بإمكان الطالب كمان بشكل مباشر ييجي يحكي لي أستاذ أنا ما بدي أشتغل زيك أنا بدي أشتغل بطريقة تانية عادي بصير تعال إيجي حكالي أنا بدي أشتغل c مع واحدة من هون أوكي بيظل عندي وحدة طيب ال a بدي أشتغلها مع واحدة أوكي شو صفة معه صفة معه a في a a تربيع والستة هاي مع هاي فيها 2 وهاي مع هاي فيها 3 طيب تعال a مع a a تربيع و b مع b b تربيع تمام وعننا c مع c قوة 3 c قوة 4 وعننا هاي التلات حصة الأولى اللي هي حصة الأسس إن شاء الله الحصة القادمة رح يكون عندنا مواضيع جديدة في المهارات الأساسية يتدرب عليهم كويس وإن شاء الله وشوفك الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته